السلام عليكم حبيباتي مرحبا بكم من جديد في قناة معرضان مع وصفة طبيعية مجربة اليوم شاء الله غدي نشاركم وصفة طبيعية مكونات طبيعية ومغدية في نفس الوقت لتلوين الشعر باللون الذهبي الأشقر وصفة زوينة وطبيعية فيها مكونات سهلة وبسيطة وكتغدي الشعر وفي نفس الوقت تعطينا واحد للمعة سحرية للشعر ديالنا كذلك البنات او السيدات اللي يعانيون من الشعر الابيض هذه الوصفة غدي تفيدكم بزاف كتغطي الشعر الابيض او الشيب وكتغدي الشعر من الجذور الى الاطراف هذه الوصفة اللي عزوزة وثلاثة مرات ستعطيكم اللون طبيعي ساحر واحد للمعة طبيعية ذهبية اذا ما عادش نطوئ لكم غانشاركم المكونات اللي استعملت في هاد السباغة الطبيعية وكذلك طريقة تحضير ذيالها اول مكون كيف ما كتشوفوا معي الكوركم او الخرقوم البلدي الكوركم مهم جدا غنيب مضادات الاكسادة مفيد جدا لسباغة الشعر الطبيعية يعني بطريقة طبيعية هنحتاجوا كذلك الجوج البيضات يستحسن يكون البيض البلدي لانه البيض البلدي غنيب الدهنيات غنيب البروتينات كيعطينا تغذية كبيرة للشعر وكيقوي الشعر كذلك هنحتاجوا بنسبة الاعشاب اللي استعملت في هاد السباغة الطبيعية استعملت البابونج واستعملت الزعتر البلدي واستعملت كذلك عويد ديال القرفة اذا هدو هما العشوب اللي غادين نطحنهم وغادين نستعملهم مع الكوركم البلدي وباقي المكونات بالنسبة لهاد السباغة كتعطيوا هاد اللون يعني بوحد درجة سريعة الى استعملناها يعني بطريقة صحيحة كنتمنى انكم تجربوا تخليوا لي في التعليق النتيجة اللي لقيتوا عليها هنحتاجوا تسطل مع القبر من زيت البابونج زيت البابونج حتى هو كيتبس او كيفيكسي لنا اللون الذهبي اللي احنا بطبيعة الحال بغيناه ونحتاجوا كذلك الخلط فاح خلط فاح يكون مصدر دياله يعني جودة دياله عالية حتى هو مهم جدا في هاد السباغة الطبيعية كنتمنى انكم يعني ما تخليوا حتى شي مكوين جربوها بطريقة صحيحة وغا تعطيكم نتيجة رائعة واخر مكوين هذا استعملته فقط السيدات اللي يعني من جفاف ديال الشعر ديالهم اللي هو ديميلوغ او نقدروا نستعملوا زيت الكوك اي ديميلوغ باش كنرطبوا الشعر ديالنا انا استعملته وسط هاد الخلطة يعني غير فقط للإفادة اذا كان الشعر جاف او متضرر نقدروا نستعملوا ديميلوغ ولا زيت الكوك اللي متوفر عدنا اذا هادو هم المكونات اللي استعملت في هاد السباغة الطبيعية وكنتمنى انكم تبقوهم معي للاخر باش شوفوا طريقة الصحيحة باش نستعملوها اذا بنسبة العشوب اللي استعملت غاد نخلطهم وغاد نطحنهم في الخلاط في المطحنة اليدوية وانتم معايا انا غدي نحيط الصوت باش ما نزعجكمش وانتم معايا غنناخدوا عويد ديال القرفة وغنناخدوا تقريبا ثلاثة المعالق من البابونج بودرات البابونج انطحنوهم وكذلك غدي نحتاجو الزعتر البلدي ثلاثة المعالق كبار نفس الكمياء ديال البابونج وعويد فقط ديال القرفة غننطحنهم مزيان وغننغرب لهم وغدي يكونوا منيلي باش يحطيونا باش نخلطهم مع باقي المكونات وغاد نضيف لهم الكوركم البلدي وغاد نخلط النواشيف بجوجهم مزيان وغاد نخلطهم مزيان مزيان وغاد نضيف لهم اول مكون اللي هو البابونج زيت البابونج اللي هو عنده فوائد كثيرة للشعر ديالنا كيعطينا اللون ذهبي طبيعي وفي نفس الوقت كي نعمه كيرطب الشعر وكيعالج الشعر المتقصف او المتضرر وغاد نحتاجو كذلك الخلط شفاح تقريبا تصدي المعالق من خلط شفاح لانه مهم جدا كيتبتلينه وكيفيكسينينا هذك اللون الذهبي الطبيعي اللي بغيناه وبالنسبة البيض انا غدي نستعملو كامل ما غديش نستعمل فقط الصفار ديالبيض علاش لانه غنيب البروتينات غنيب الدهنيات اللي كانحتاجوها باش نغديو الشعر يعني سباغ الشعر وفي نفس الوقت تغذية وكذلك علاج للشعر الا كان متضرر ولا كان يعني الشعر ديالنا باهث او ضعيف هاد الوصفة اللي فيها البيض البلدي خلطا لكان بلدي راه كتقوي الشعر وكتتعالجو كتعطيه كتافة طبيعية اللي دومنا عليه بطبيعة الحال البيض البلدي مهم جدا في علاج الشعر وفي تقوية الشعر غدي نخلط مزيان خلطة طبيعية ديالي او صباغة طبيعية ديالي مع باقي المكونات او صباغة طبيعية او صباغة طبيعية وكذلك الدك العوية ديال القرفة وكذلك البابونج او الخلط يتشفح هاد المكونات اللي استعملت اعطيتني وحد ريحة زوينة بزاف هاد الصباغة الطبيعية وده بغد نضيفه المكونات الاخير اللي هو الديميلوغ او المرتب او الملين او الملين اللي عندكم يعني عدنا ملين في الدار ولا مكانش عدنا نقدروا نستعملوا زيت الكوكو اللي السيدات اللي ما كيعانيوش من الجفاف ما كيعانيوش من تقصف ديال الشعر قادروا ما يستعملو مش يعني استغنوه على اي مرطب او ملين كان بقان سمر في مجهد المكونات مزيان وصير نجاح صباغة طبيعية كنخمرو السباغة الطبيعية كنغطيوها وكنخليوها على جنب واحد المدة ديال ساعة يعني مدة حتى كترساح وكتطلق لنا هديك المواد اللي ملونة مزيان سباغة بحال السباغة اللي كنصبغو بهم في الصالونات الكبرى بطريقة احترافية يعني نخدموها مزيان ونخليوها تطلق المكونات اللي فيها والمواد الملونة والصبغات اللي فيها ومن بعد بطبيعة الحال اهم شيء اللي كنركز عليه دائما ان الفروة ديال الشعر والشعر ديالنا يكون نظيف تماما عدنا نستعملوها هذه سباغة طبيعية ماشي سباغة كيموية سباغة طبيعية النجاح دياله هو ان الشعر يكون نظيف يعني كنستعملوها على شعر مفيش دهنيات مفيش يعني اوسخة عزكم الله يكون نظيف تماما ماشي بحال الصباغة الكيموية اللي كيستعملوها البناس على الشعر يكون غير نظيف لذا من بعد ما كملت مزيان المكونات وخلطت مزيان الوصفة ديالي او الخلطة ديالي غادي نغطي عليها ونخليها تخمر واحد لمدة ديالساعة الى ما كناش تغسلين الشعر ديالنا يعني نغسلوه وننظفوه مزيان ومن بعد سباغة الطبيعية اللي ما غديش ندموع لها غتعطيكم لون رائع جدا للعيد بالنسبة المدة اللي غدي نخليها على الشعر ديالنا اقل حاجة تلسا ديالساعة لانها سباغة طبيعية غتحتاج منا وقت اكثر عند الحاجة نقدرون نعودوها يعني الاسبوع الاخر زوجت المرات ولا ثلاثة المرات ستعطيكم لون رائع لانه سير نجاح سباغة طبيعية هو اننا نصبرو عليها بشعر اللون اللي يبغينا وتفتح لنا درجات اكثر اللون ديال الشعر ديالنا خصوصا الى كانت الشعر غامق ولا يعني اسود تحتاج اننا نكررها الوصفة هائلة وعجيبة كتعطي واحد لمعة سحرية للشعر ديالكم مصدقوني غدي تعجبكم بزاف كذلك ستغطي لكم الشي بغا تغطي لكم الشعر الابيض ايا كان في المقدمة او في الوسط دير الشعر وغدي تغدي الشعر من الجدور الى الاطراف لانه فيها الزعسر البلدي اللي هو مقوي وكذلك غنيب مضادة الاكسادة غنيب مجموعة من الفيتامينات والمعادن لمهمة جدا الفروة الشعر وكتخلي الشعر او الزغبة نمو على الصح كيفما كان قوله تكون قوية من الجدور كذلك فيها البروتين والدهميات لانه استعملنا البيض البلدي وفيها كذلك الزيوت طبيعية لستعملنا كذلك زيت البابون شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء